في الطريق إلى ناحية الإسحاق في صلاح الدين لا بد أن تعرف أن القهر والحرمان فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال حاضرة تفرد نفسها على النازحين هناك الذين يعانون المأساة مرتين هناك في مخيم الإسحاق لا وجود بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش للمنظمات الأممية أو السلطات الحكومية وحدها الميليشيات هي من تدير المخيم وكأنه سجن في الهواء الطلق لا خروج ولا دخول إليه إلا بشق الأنفس في ذلك السجن الكبير يحدث كما تشير هيومن رايتس ووتش أن يختفي عدد من الرجال أحضرتهم قوات الأمن إلى المخيم وهم ذاتهم كانوا متهمين رغم وجودهم بالمخيم السجن بالوقوف وراء إحدى التفجيرات التي وقعت في صلاح الدين أخذ 52 رجلا بينهم أطفال كما تسرر نساء في المخيم لهومن رايتس ووتش ولم يعودوا حتى اليوم بدد أي أمل بعودتهم عندما أعلنت السلطات الأمنية أنها اكتشفت مقبرة جماعية الشهر الماضي فيها رفات أكثر من خمسين شخصا في المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات ورغم كثرة أعداد المقابر الجماعية التي اكتشفت في العراق تقول بالقيسوالي الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش إنها لا تذكر ولو لمرة واحدة أن القوات الأمنية تحققت في من يقف وراء تلك المجازر الجماعية هذه المجازر الجماعية تؤكد الفجوة القائمة في بلاد تعيش على الخوف وتترسخ فيها سياسة الإفلات من العقاب ورغم شناعة المجازر المرتكبة هناك والتي يكون النازحون في تلك المخيمات التي تسيطر عليها الميليشيات حطبا لنار سياساتها الطائفية يستغرب مراقبون من التحقيقات الأممية التي استثنت الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية والميليشيات في العراق في تعتيما يبدو أنه أعطى ضوءا أخضر للسلطات أن تضغاضى عما يجري حيث تموت الضحية مرتين مرة عندما تقتل وأخرى عندما يفلت قاتلها من العقاب